من يومين حطينا جبس مع حليب بودرة ومبارح حطينا جبس مع سكر زي ما حضراتكم شايفين اهو الحليب والسكر والجبس على بعضهم ده ما اتكلش منه حاجة ده اللي ما نكوش شوية كده ده ما فيش حاجة ما شفتش فران ماتت يعني ده زي ما هو اي ده الدم ده اه الدم ده اه شوف رجلين شوف الرجلين من تحت هو بيهجم كده من السلكة بيأكل رجلين الحمام من تحت دخلت السلكة جوه علشان اكتفي شر الفران كفاية الحمام اللي مات كفاية الحمام اللي اتعور كفاية كده دم طبعا هنا في قوضة مقفولة الشبابك سلك زي ما حضراتك شايف لكن هي المشكلة ان الحمام لازم على ما يتعود على المكان هياخد وقت يعني الحمام ممكن يؤمن على البيض ممكن حتى يسيب زغليله لان المكان تغير ممكن الحمام لو هيبيض هيتأخر شوية في البيض لكن مش مشكلة المهم من البيض عن الفران انا هقعد دلوقتي نس ساعة او ساعة كده مع الحمام رائب هشوف الحمام هيرجع تاني للبيض بتاعه يرقض عليه ويخلي باله من زغليله مرة تانية يحضنها او لا اللي مش هيرجع على بيضه هشيل البيض احضنه تحت حمام تاني طبعا انا شلت المسائي وشلت الاكلات اللي بره كلها في الاماكن اللي انا هحط فيها سم الفار لان ما عادش حل تاني غير سم الفران طبعا اما جربنا الجبس باللبن البدرة وجربنا الجبس بالسكر ما حدش بصله الفران ما بصتش للموضوع ده الفران عايزة الدم لانها دقت الحمام وطعم الحمام فهي محتاجة حاجة سمينة هتجيب حضرتك اي سمك فايد عندك او اي عضم السمك بعد ما تاكل السمك المشوي زي ما حضرتك شايف كده وممكن في ناس بتحط طعمية في ناس بتحط لانشون المهم اي حاجة تجيب ريحة تجيب الفار المهم نحط عليه السم شوف حضرتك اهنا جبنا السمك كده وهنحط طبعا هنلبس كيس او هنلبس جوانتي زي ما قلت لك قبل كده ونحط اهو فشوف الكيس بالشكل ده نحط نفرد الكيس ونحط عليه السمك اول وبعد كده نرش عليه من كيس السم بتاعنا اهو شوف كيس السم المركدي الكيس ده بتلاتة جنيه جماعة عند العطار كيس ده بتلاتة جنيه عند العطار مش غالي يعني فردنا السمك بالشكل ده وهنرش عليه السم ونحطه في اماكن طبعا هتوزع في كذا مكان اللي انت بتتوقع باستخبى فيها الفران او قريبة يعني المكان اللي بيمشي فيها الفار قبل ما نفتح كيس السم طبعا نلبس جوانتي او كيس في ايدك ويريت كمان تلبس كماما علشان ما تشمش ريحة السم نجيب مقص ونفتح الكيس طبعا بعد ما لبسناك جوانتي ونبدأ نرش على السمك زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي ده شكل الكيس بعد ما تفتح طبعا هم حطين الكيس مغلفين وغلفين زي كأنه باكوا الشاي الفتلة عشان للامان يعني الكيس اللي برا ما تخافش منه عادي لو كنت تمسكته لكن الكيس اللي جوه هو اللي لازم تمسك الكيس وانت لابس حاجة في ايدك هنا قصناك كيس بالمقص طبعا مش هنرمي القصائص دي الورق ده حتى مش هنرميها بعيدة هنسيبها مع السمك القصائص اللي هنقصها الورقة هنحطها كده مع السمك وهنبدأ نرش وش السمكة او هشوف الورقة رميتها هنا نرش وش السمكة ايوة شوفت كده نرش وش السمك بالمنظر ده ونقدمه وزي ما قلت لحضرتك طبعا نغسل المقص ونغسل اي حاجة وممكن كمان مش لازم سمك هتستخدم لو انت عظم السمك ينفع كفاية او المهمة هو الفقار بيحب السمك بعد كده هنطبق الكيس نقفله يعني ونشوف مكان مكان بعيد امن بعيد عن اي حمام عن اي حاجة تاكله عن العصافير كمان ونروح نحط فيها الكيس بتاعنا ده انا اخترت المكان ده لاني انا بشوف الفران بتمشي في السلكة المهجورة دي ده مكان مهجور كان عندي من زمان طبعا هنتخلص ان شاء الله من الحاجات دي كلها اللي هي لما الفران دي لكن هنحط فيه دلوقتي علشان احنا عايزين نستضي الفران دي الاول في المكان اللي هو المكان ده وممكن تحط كمان في اكتر من مكان يعني مش كفاء مكان واحد علشان تضمن ان الفار هيجي ياكل او مجموعة فران يعني احنا مش بنحط عشان فار واحد احنا بنحط عشان لو في اي فران تيجي تاكله في نفس الوقت هنجيب المصيادة دي ونعمل فيها سندويتش بالسمك زي ما حضرتك شايف كده هنحط نفتح المصيادة ونشبك الحتة السمك او السندويتش بلقمة عيش طريقية ليه لقمة العيش لقمة العيش علشان السمكة ما تقعش من المصيادة لقمة العيش هتثبت السمكة كويس جدا هشوف زي ما حضرتك شايف كده لانه هو زي مشبك كده ده ببوس هتلاقي اللي يغرز فيها في لقمة العيش بتقع لان النهاية التانية ما شبكتش هنحاول نشبكها تاني نعد الدبوس من اللقمة لقمة العيش من النحيتين بالشكل ده بعد ما ثبتناها كويس ليه بنثبتها كويس مهم او انك تثبتها كويس عشان الفار لما يخش يكلها يحرك الجزء اللي فوق ده اللي احنا طبعا شو بتبقى مشبوكة على الهوى ما تخليهاش مشبوكة جامد من فوق كده علشان لما الفار ييجي اول ميلمس الاكل تقوم فلتة والباب مقفولة على طول كده نستعد الفار باذن الله ونروح نحطها برضو في مكان مكان بايد ما بايد عن الحمام بايد عن العصفير الحمد لله نجحت واستعدنا اول فار ومازال هنستعد ان شاء الله فران باذن الله باذن الله نقضي عليهم ونتخلص منهم جميع الفران اللي عندي ده فار لازم يكون عندك مصادة فار يا جماعة اللي اتضح ايه اسرع حاجة مصادة الفار لكن شيء مهم جدا لازم تاخد بالك منه اول ما الفار المصادة تمسك الفار روح على طول يمسك الفار وموته وتغرقه في المية وما تسيبش الفار قاعد في المصادة لان الفار بيتبول فيها وبيعمل ريحة ما عادش الفران بعد كده تدخلها الفران بتعرف بيعلمها ان هي دي خطر محدش يدخلها تاني فعلى طول هنحطها في المية عشان يموت الفار نجهزين المية وعشان ننصوبها تاني كمان تستدفار تاني بالليل لو عندك فران كتير ممكن كل نص ساعة تستدفار هو الفار جاه بسرعة 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 جدا يعني انا حطتها بعد المغرب ما بين المغرب والعشة استادة الفار ده الحمد لله بدأنا نمسك الاول فار وان شاء الله نمسك باقي الفران هنعمل كده ونتخلص من الفران اللي عندنا اللي ضمرت الحمام جرحة حمام اللي شفناه قبل كده طبعا انا حزفت الفيديوهين اللي قبل كده لان في حد حزرني من منظر الدم والدم كان كتير جدا في الفيديو ده وانا اه حزفته من الفيديو ده مرضتش انشره قصيته لكن لو شفت المنظر هيصعب لك الحمام الحمام كان متبهدل 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 يا جماعة وغير الحمام اللي كانت ماتت انا حزفت الفيديوهين اللي قبل كده وان شاء الله او مش حزفتهم عملتهم غير مدرج لغاية ما نشوف طريقة نعتم على الاجزاء ديت اللي فيها دم دي لان ده محزور على اليوتيوب يا جماعة فما علش عزروني هرجعهم تاني ان شاء الله لما نشوف لهم حل في موضوع التعتيم ده وانشيل منظر الدم ده احنا يعني بناخد حقنا من الفرانية الفران احنا كنا سايبينها عيشة في حالها لكن بعد اللي حصل ده معادش ينفع يا الحمام يا الفران معادش في حل تاني وطالما المسيادة جابت فار يبقى احنا برضو هنركب فيها حتة السمكة تاني او السندواتش اللي بنعمله للفار تاني مش هنسيبها فضية تاني وعندي كمان مسيادتين او تلاتة قدام هنحاول نشوفهم برضو وننصبهم ويا رب ان شاء الله يجيبهم هما كمان فران عشان نخلص منهم في اسرع وقت ركبنا السندواتش ونحطها في نفس المكان تاني ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لما كنتش مشترك وسلام